خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريس تيرسون حث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين تركيا على ضرورة الموافقة على طلب اندمام السويد إلى حلف الشمال الأطلسي قائلاً إن الدولة الوقاعة في شمال القارة الأوروبية اتخذت خطوات مهمة لمعالجة اعترادات أنقرة على طلب اندمامها بلينكين رفض الإشارة إلى أن موافقة تركيا على مسعى السويد لاندمام إلى الحلف مرتبطة ببيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات F-16 لمقاتلة لأنقرة على الرغم من تلميح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وجود صلة بين الأمرين وزير الخارجية أكد على ضرورة استكمال العمل لاندمام ستوك هولم قبل قمة حلف الشمال الأطلسي في منتصف يوليو والتي ستجمع رؤساء دول الحلف وكانت السويد وفنلندا قد تقدمت بطلب الاندمام إلى الحلف العام الماضي تركيا صدقت على طلب اندمام فنلندا إلى الحلف في أواخر مارس لكنها وصلت اعترادها على اندمام ستوك هولم بجانب المجر ترجمة نانسي قنقر